ترجمة نانسي قنقر 60% تروح إلى النفقات للمشاريع الرئيس المالية والبنى التحتية وأن عملية الاقتراض الوحدة يجب أن لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي هذه الحقيقة كلها توافقات فيما بين الحكومة ومجلسكم الموقر ونحن التزمنا هذا الدين يعني الآن راح نشرح بعض النقاط اللي فيه اليوم السيولة أصبحت أمر حتمي وليست تقديري أو افتراضي لا يمكن تأجيل القرار في توفير السيولة في الخزينة العامة وبشكل فوري وإلا راح نواجه بالفعل يعني أزمة حقيقية في دفع الالتزامات المالية للدولة اشتركوا في القناة